اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان ما تشهده العديد من مناطق العالم من نزاعات وصراعات يجعل حاضر البشرية ومستقبلها على اعتاب منعطف خطير وقال سموه ان استدباع السلام يحتاج الى عمل جماعي منظم يؤثر المقاومات الاساسية للشعوب لكي تحيا في امان واستقرار واشدد سموه على ان ما تشهده الانسانية من اخطار وتحديات يحتاج الى اقرار سلام دائم على المجتمع الدولي ان يعمل من اجلها وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة التي تشكل حجر اساس لا غنى عنه لتحقيق الامن والاستقرار وقال سموه ان التنمية والسلام عنصران متلازمان ولا يمكن لاحدهما ان يتحقق من دون الاخر مطالبا سموه ان تكون وطيرة التحرك الدولي متسارعة فالتحديات الراهنة من الحروب والنزاعات والارهاب تتفاقم مما يثير عدم الطمأنينة ويهدم مقدرات الامم والشعوب التي هي حق لها وللاجيال القادمة واكد سموه في رسالة وجهها الى العالم بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف يوم الاربعاء المقبل ويقام تحت شعار اهداف التنمية المستدامة لبنات بناء السلام التزام اكد التزام مملكة البحرين بدعم كل جهد دولي غايته النهوض باوضاع الانسانية وتوفير مسببات الامن والاستقرار لدولها وشعوبها ايمانا منها بان مسئولية الحفاظ على هذا الكوكب من الفوضى والدمار هي مسئولية يتشارك فيها الجميع واكد سموه ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة استطاعت ان تحقق الاهداف الانمائية للالفية ولديها عظم اكيد على تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة ضمن رؤية تنموية شاملة للنهوض بالانسان والمجتمع البحريني على كافة المستويات وقال سموه ان الخسائر السياسية والاقتصادية الناجمة من غياب السلام تزيد من مسئولية المجتمع الدولي في تجديد التزاماته في بناء نظام عالمي يقوم على التعاون الايجابي الذي يلبي تطلعات الشعوب وامالها في النماء المستدام واكد سموه ان ما يشهده العالم اليوم من صراعات مثيرة للقلق خاصة في الشرق الاوسط وما يتعرض له من تحديات امنية وسياسية واقتصادية يحتاج الى اتخاذ تدابير فعالة من اجل ضمان ارساء السلام في هذه المنطقة الحساسة من العالم ودع سموه دول العالم ان تتحد فيما يخص بمكافحة الارهاب الذي تعددت مصادره لما يتسبب فيه من ضحايا في الانفس والممتلكات وينأ العالم بنفسه من اي تمييز قائم على اسس العرق او اللون او الدين وشدد سموه على اهمية ان تكون هناك رؤية نولية تستشرف المستقبل وتستشعر بمناطق النزاع والصراع وتضع الخطط والبدائل الكفيلة للقضاء على هذه التحديات قبل تفاقمها حتى لا تضيع الشعوب في اجواء النكبات ونوه سموه الى ان مسيرة التنمية في مملكة البحرين على مدى السنوات الماضية تميزت بانها تركز على التنمية في ابعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والاسكانية والصحية وكان تحسين مستوى الانسان هو المحور الرئيس لكافة خطط وبرامج التطوير